خارجية الايرانية علي اكبر صالحي ان استمرار الازمة في سوريا يأتي نتجة الدعم الخارجي للمجموعات الارهابية المسلحة واشار صالحي خلال لقائه نظيره الهندي سلمان خرشيد في طهران الى ان التطرف والارهاب يشكلان خطرا على المنطقة والعالم مشددا على ان ايران تسعى للمساعدة في حل الازمات عن طريق وقف العنف واجراء حوارات سياسية بما في ذلك في اطار حركة عدم الانحياز بدوره اكد وزير الخارجية الهندي ضرورة وقف العنف في سوريا والتقرير الشعب السوري مصيره بنفسه لافتا الى ان الاوضاع فيها لها تأثيرات مهمة على دول المنطقة كما اكد الجانبان على اهمية التشاور والتعاون بين البلدين على الصعيدين الاقليمي والدولي بما يخص تطورات المنطقة خاصة في سوريا وافغانستان مشددين على استمرار التشاور في اطار المساعدة لحل المشاكل وتسويات القضايا عن طريق الحوار ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلدان والرفض الكامل للتطرف وفي سياق منتصل نددت ايران بشدة بجريمة النكراء التي قامت بها مجموعة ارهابية تكفيرية بهدم مقام الصحابي جليل حجر بن عدي ونفش قبري في منطقة عدرة بريف دمشق وقال مساعد وزير خرجاء الايرانية للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان ان الذين يقفون خلف هذه الجريمة سيتلقون ردا يجعلهم يندمون على ما قاموا به ووصف عبداللهيان الارهابين الذين نفذوا هذه الجريمة بانهم عملاء للكيان الصيوني مشددا على انهم قاموا بجرائم مماثلة حيث استهدفوا اماكن مقدسة للمسلمين في فلسطين المحتلة وكانت المجموعات الارهابية التكفيرية قامت امس الاول باستهداف مقام الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي في مدينة عدرة بريف دمشق وتدميره والعبث به